السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المتابعين والمهتمين بالزيتون واصناف بالزيتون اليوم راح ناخذكم الى ايطاليا الى الصنف الجرافة صنف حقيقي ايطالي من مدينة سقلية وصنف هو من اصناف ثنائية الغرض ثماره كبيرة لامتوسطة وتعتبر اكبر من المتوسطة وحقيقة يستخدم كمخلل وايضا ينتج زيت بطابع فاكهي جميل الممويزات واهم ميزة بهذا الصنف هو قدرته والتحمل العالي للجفاف صنف استثنائي بالمقاومة بالجفاف وكذلك المعاومة مالته قليلة ولذلك يعتبر من اهم الاصناف الموجودة عندنا ويعني طبعا ندخل للعراق عام 1960 صنف مهم من الاصناف الايطالية حقيقة احنا محظوظين جدا ان هذا الصنف موجود عندنا وهذه الشجرة عمرها خمسة وخمسين عام حقيقة شجرة ممتازة شجرة حقيقة نادرا هذا الصنف ميحاوم وفيه من المميزات اللي رح نستعرضها وياكم حقيقة الشجرة من الانواع الشجرة اللي هي متوسطة الى منخفضة بعض الصنفات يعني اغل شوفوا مع حقيقة تعتبر واضحة عندنا بالبساتين القديمة انه هذه الشجرة هي ليست بالشجرة الكبيرة ولذلك هذا ممكن هذا الصنف ادارة ايضا بالبساتين ذات الكثافة العالية يعني بالتقليب والى ذلك طبعا قائمة او شبه قائمة شجرة والخشب مال الشجرة متين خشب قاسي وله مقاومة قوية الجذور طبعا عميقة له قدرة وممكن توصل الى الماء حتى بالطبقات السفلة ولذلك هي من الاصناف اللي تتحمل الجفاف بشكل جيد ايضا من مميزات هذا الصنف انه ممكن استخدامه كاصل وتطعيم عليه وراح يعني هو هذا الصنف حقيقة عند عدة مقاومات هسا راح نستعرضها للامراض والحشرات الافرع متوسطة السمك والى تكون يعني الاوراق تكون اطول تقريبا بعض الاوراق ورفيعة رمحية واضح حقيقة اوراقها وكذلك الطول متوسط الى طول تقريبا الورقة نسبي ولذلك اللون اخضر داكن ذو قشرة وهناك بعض الابحاث القليلة اللي يعني تأكد انه عدد الثغور في الورقة اقل من ميثيلاتها في الزيتون ولذلك فهو صنف من اصناف اللي ممكن تقاوم الجفاف ثم الثمرة حقيقة ثمرة بيضاوية ليست بالمستديرة والحلمة تقريبا غائبة وحقيقة تحول من اللون الاخضر الى اللون الارجواني الخفيف ثم الارجواني ثم ترتقي الى اللون الاسود صنف مميز حقيقة حجم الثمرة ممتاز جيد مقارنة بحجم الثمار يعتبر من الثمار الاكبر من المتوسطة قدرة حالية التكيف بميزة حقيقية واضحة الميزة هي النواة ذات الشوكة اللي تكون واضحة هذه حقيقة ثمرة يدخل بالتخليل وممكن ايضا طبعا هذا الصنف حقيقة به نسبة زيت به نسبة زيت جيدة ممتاز بميزة انه ممكن تحصد مبكر وممكن تتأخر شو اليوم احنا يوم 30 11 وثمارها وما زالت كثير من الثمار ما زالت خضراء اللون صنف ممتاز حقيقة صنف جيد جدا يعني ايضا تكاثر بالعقل يعني جيد نوعا ما يعني يتكاثر بالعقل وحقيقة هذا الصنف يستخدم في كثير من الاحيان للتخليل بميزة شو اخوان يخلي اكثر بالكاميرا هادي شي اوكي يعني يعني هذا الصنف حتى يعني يتميز داخل يعني كثيرا خلي اوضح الشوكة هادي البذرة ممكن اخذت وقت في بيان الشوكة على العموم اخوان هادي مميزة هذا الصنف يعني احد الميزات الرئيسية طبعا البذرة متوسطة القوة يعني ممسكة بالالياف بشكل قليل يعتبر من الاصناف اللي مناسبة للتخليل جدا كذلك حقيقة هذا الصنف الزيت ماذا مستقر نسبيا مستقر ويتحمل الخزن الفترة طويلة ميزة اساسية بهذا الصنف ويختلف طبعا الفينولات من سنة لاخرى وحسب الظروف زيت عالي يحتوي على كمية زيت ممتازة هذا الصنف يعتبر من الاصناف المهمة ادنى بالعراق لكنه انحسر بالسنوات الاخيرة حقيقة وظلت باقي بعض الاشجار في المحافظات هنا وهناك في الغابات ومحطات البستنة يعني افضل انه يكون اهتمام بهذا الصنف اكبر صنف مميز جدا صنف اه ما يعرف قيمته الا المتعايش وياه اه صنف حقيقة من اروع الاصناف ان كان بالزيت وان كان باستخدام اه المعدة هذا الصنف حقيقة يحتاج الى تلقيح خلطي يعني يزيد كثيرا من الانتاج طبعا هو هنا انا مع بستان المنزينة الاسفلة والظاهر انه متأقلم معا ولذلك الحمل اه يعني كل سنة ممتاز جيد جدا طبعا اه الحقيقة الامراض والحشرات اه نوعا ما اه به اه مقاومة لذبابة الزيتون يعني ذبابة الزيتون اذا موجود اه اصناف اخرى يعني لا تفضله كذلك به مقاومة لمرض الذبول وكذلك المرض البكتيري لكن يعني اه ليس بالتأكيد جدا لكنه اظهر مقاومة عند الاصابة الاصناف الاخرى بهذا المرض الثمار المميزات لهذه الشجرة ثماره كبيرة لحمية ولذلك انطي اختيارات للمزارع بين انه يبيعها في السوق وبين انه ينزل للعصر هذه السنة حقيقة كان مميز جدا اذنى انه في القائم كميات من المزارعين كميات كبيرة من الزيتون من هذا الصنف وبالتالي يعني ظاهر انه بفضل تكاثره هنا قدرنا انه ننشر هذا الصنف زيت متوازن ناعم حلو رقيق مع مرارة خفيفة هذا الصنف من مميزات ما قلنا تحمله للجفاف وكذلك يعني يستخدم كاصل وبذلك هو من ضمن اهم الانواع للزيتون اخرى حقيقة من المميزات الاخرى انه هذا الصنف حقيقة اعطى نسبة زيت عالية حتى هذه السنة يعني بعض المزارعين اثنين من المزارعين اخبروني احد الاخوان اللي الاخ ابو نائل اللي زرنا مزرعتها بابو كوة اه هاي السنة عصر وكما اخبرني انه بالسبع كيلوات طلعنا كيلو لتر زيت طبعا النسبة جيدة جدا بالنسبة انه بالعراق على عصره على البارد اه في سوريا ممكن يكون نفس هذا الصنف بالتحديد لانه قريب جدا من القيسي اه يطلع بالسبع كيلوات لترين زيت نتأمل ان شاء الله بالسنوات الجاية انه نحاول الوصول الى لتر ونص تقريبا يعني تكون هذه مقنعة بالسبع كيلوات ايضا حقيقة ممكن ان نذكر العيوب هو وضوح التباين يعني الوراثي لهذا الصنف كثيرا حتى يعني درجات كثيرة من التباين ممكن انه يعطي عدة سلالات كذلك ايضا هذا الصنف حقيقة من يعني خلي نقول الاصناف اللي تقريبا يعني سوي معاومة نوعا ما يعني بدون تركه بدون تقريمه بدون ادارة ممكن يحولها للمعاومة لكن هو حقيقة كل سنة مثالي بالحمل والانتاج هذه الشي السنة السابقة كان حملة جيد جدا والسنة تقريبا فوق المتوسط صنف مميز صنف مهم صنف ممكن يعطي خيارات تسويقية عديدة وخصصا زيت مالته راقي جدا وايضا قيمته التسويقية والانه يدخل بالتخليل بشكل كذير صنف حقيقة من اهم الاصناف وصنف مميز سعادات جدا بوجود هذا الصنف الجميل الايطالي بيننا حياكم الله اشتركوا في القناة